موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الرياضيون الكرام أينما كنتم نسوق إليكم تحايا عاطرات وأمال النظرات وأمالا غير عاطلات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد من عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين وبعد حلقة جديدة من برنامجكم دافورينا نستعيد فيها المباراة التي تمت أمس الأول بين المنتخب القوم السوداني ومنتخب النيجر في تصفيات الأمم الأفريقية المغرب 25 والتي أقيمت في أستاذ جبا الدولي بداية نبارك للسودان ولجنوب السودان أيضا هذا الفوز ونأمل أن يستمر هذا الفوز وهذه تستمر هذه الانتصارات التي تحقق بعضا من الفرح للشعب السوداني المكلوم رغم أنه ربما يرى البعض أنه المسألة ليست بهذه السهولة وهذه الطريقة ولكنني أعتقد أن نحتاج إلى الفرح مهما كان صغيرا ومهما كان غير مناسب لحالة الحرب في السودان نبارك للاتحاد العام لكرة القدم أو الاتحاد السوداني لكرة القدم نبارك للجهاز الفني وللاعبين ونبارك لجمهور السوداني قاطبة من حلفة إلى نيمولي ونبارك أيضا للاتحاد الجنوب السوداني الاتحاد الرياضي الجنوب السوداني لكرة القدم وطبعا ما في أخ بيشكر أخاره لما فعله من واجب ولكن من لا يشكر الناس من لا يشكر الله ونحن نشكر إخوتنا في جنوب السودان الدم واحد حتى وإن افترقنا قصرا الحقيقة المباراة لم يكن فيها فنيات كثيرة المباراة أقل من المتوسط والأسباب بالنسبة للمنتخب السوداني واضحة جدا لكن دعونا نمشي بقدر المستطاع في بعض الأشياء حتى الفنية يعني حتى نستطيع أن نكون قريبين مما حدث الفريق القوم السوداني عمل الأهم وهو الحصول على الفوز ثلاث نقاط وحدف في أولى مبارياته وديبتدي دفع معنوية جيدة خاصة وإن المجموعة نفسها حصلت فيها بعض الدربكة بفوز أنجولا على غانا في غانا بهدف ومباراة القادمة إن شاء الله ستكون مع أنجولا خارج الديار وخارج الديار ماذا أدي مجازا لأن السودان أصلا بيلعب خارج الديار رغم إن نجوبة لا تعتبر خارج الديار لكن هناك أمور نفسية كثيرة تقف حجرة عثرة أمام التقدم تعالوا نحاول نستقرأ بعض الفنيات لم تكن هناك فنيات كثيرة ولكن بعض الفنيات عشان نقدر نمشي لقدام خطوة طيب بعض ما يميز المدرب أو المدير الفني كواسي أبيا إنه رجل واقع جدا وهو يعلم إنه بالنسبة لهذه المباراة ما كان فيه تجهيز جيد يستطيع من خلاله أن يفرض ما يريد بالطريقة التي يريد ويعلم إنه لديه بعض اللعبين ما جاهزين وكل الجاهزية الحقيقية بتاعته جاءت من الهلال والمريخ وبعض اللعبين من الخارج أو السودانيين اللي بيلعبوا كمحترفين خارج السودان أو خارج هلال المريخ تحديدا وبالتالي لعب منطقية حاول أن يلعب بالتشكيلة الثابتة وإن كان أنا لدي بعض التحفص في بعض الأشياء وأيضا لعب بالرسم الهندسي العادي اللي بيلعبوه هذه الأندية أو قريب منه أو بيلعبوا الفريق القوم مثلا لذلك اختار أن يلعب بالرسم الهندسي أربعة اتنين أربعة اتنين تلاتة واحد وده رسم الهندسي بالرسم الهندسي بالعبوه والهلال وقريب من البلعبوه والمريخة الآن اللي هو ثلاثة أربعة ثلاثة وأيضا بالعبوه والفريق القومي من سابق حاول أن يجيب تشكيلات قريبة لبعض بحيث أنه يحصل على تجانس بشكل ما لذلك فخماس الدفاع أصله مريخي الخماسي بتاع الدفاع بما في ذلك الحارس المرمو محمد المصطفى والأربعة لعبوه في المريخ أنا لدي تحفظ على عبد الرحمن كوكو في أنه يلعب لعب بيبخيت كرشوم كوكو والعجل ولدي أيضا تحفظ في العمر لأنه أنت ما ممكن تعتمد على دفاع متوسط عمره فوق 30 سنة تقريبا يعني ما في غير عبد الرحمن اللي هو أصغر من واحد فيه عبد الرحمن كوكو يعني الباقين كلهم كبار مشكلة عبد الرحمن كوكو نمر واحد إنه عنده مشكلة مع المريخ وإنه ما بلعب وإنه ما بلعب لعدم الكفاءة بالنسبة لمدرب المريخ يعني هو ما شايفه الشخص الذي يمكن أن يملأ الخانة الخانة اللي هو بلعب فيها في الفريق وبالتالي كان يجب إنه يلعب شخصي واحد لكن فضل يلعب شخصي آخر لكن هو فضل إنه يلعب عبد الرحمن كوكو أنا كنت أفتكر إنه اختيار الطيب أفضل لأنه الطيب لعب آخر مباريات مع الهلال حتى وإن كانت مباريات لعب فيها يعني لعب مباريات بتاعة تجهيز فهو رجله في الملعب داء رجله خارج الملعب له فترة طويلة ومع ذلك هو اختار أن يلعب بتجانس في ال 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 وسط الملعب جاب الوسط الملعب بتاع الهلال إنه يلعب بيه وبنفس الطريقة ولا أدي بغبة أبو عاقلة وروفة عبد الرؤوف فلعب بيهم بنفس الطريقة برضو عشان يعمل تجانس لعب بسيف تري محمد عبد الرحمن وعيسى بنفس الأسلوب إنهم لعبوا مع بعض ما في الفريق القومي كمان عبد الرحمن ومحمد عبد الرحمن الغربال وسيف تري في نوع من السنائية بيناتهم وأيضاً يستطيعوا أن يلعبوا مع بعض بشكل جيد فعشان هم ما يلعبوا مع بعض ده كانت تشكيل البدى بيهم الغرض هو الحصول على أعلى نسبة من نسب التجانس بيناتهم لكن المشكلة إنه المجموعات التلاتة دي جابت معاها المشاكل اللي هي موجودة في فرقة تباعد الخطوط وجود مسافات بين الخطوط وبالتالي أصبح يمكن اختراق من بين الخطوط وده حصل وشفنا كيف استطاع النيجر أن يحيد تماماً من حركة الفريق القوم السوداني طيلة شوطية المباراة حتى للذين يقولون إنه كان في تحسن ما في الشوطة التانية أنا أفتكر إنه التحسن ده يعني ما كان سببه إنه إنه نوعاً ما أحرزنا أهدف في الدقيقة خمسين اللي هي بالنسبة للشوطة التانية بدري شوية لكن لو الشوطة التانية ده لو ما أحرزنا هذا الهدف ما تقدمنا بعد خمسة دقائق من بداية الشوطة الأول من بداية الشوطة التانية ما كان ممكن نشوف حتى التحسن الطفيف ده اللي إحنا شوفنا إنتب تلعب مع مجموعات ما عندها رباط حقيقي مع بعضها البعض رغم إنها لعبة مع بعض كثير لكن ما عندها طبعاً ضيق الوقت ما كان في واضح إنه ما كان واضح إنه في لغة تراكمية أو لغة تكتيكية بين المجموعات اللي تربط بينها منه بينزل شي للكورة منه بمشي لجدام منه بغطي لما نلاعب ده يطلع من منطقته منه بغطي محله كل الكلام ما كان موجود وبالتالي اللعب إلى حد كبير جداً كان سمك لبن تمره وحنشوف الجصة لما نمشي لجدام لأنه هناك نقطة مهمة جداً أنا لقيتها بالصدفة الحقيقة أنا مجتهدت فيها كثير لكن اللي قيتها بالصدفة بس بتصهر الكلام اللي أنا بقول عشان كده أضيفتها حنتكلم عنها بعد الهدف بتاع السودان فدي واحدة من الحقيقة المهمة جداً إنه الفريغ الغوم السوداني محتاج يلعب مع بعض اللعيب لا بأس بهم و يعني بيعتمدوا أساساً على شلال والمرير بالإضافة للعبين الأجانب وبالتالي بيعتمدوا على اللعبين قاعدين يلعبوا لكن لابد من إيجاد بدائل مزبوطة وكويسة ومميزة خاصة للدفاع الدفاع عمره كبير جداً مع ضغط المباريات المسألة بتنتهي رغم الإيجاد الرائعة لكارشوم لكن ده ما بيعفيه إنه الدفاع ده كبير في السن لما كمان تضيف له بوكبة وتضيف له يعني أبو عاقلة وروفة وعمد عبد الرحمن وكذا هتلقى إنه عمر الفريغ الأوم السوداني ده قريباً 28-29 سنة ويمكن نزيت وده ده ما بخليك تجري أنت بعدين بتلعب مع ناس عمرهم عشرين واثنين وعشرين سنة وبتاع ما بخليك تجري بالقدر الكافي اللي يمكنك من إنك أنت تفوز بالمباراة من النحية البدنية يعني ولذلك كنا بنشوف أن إحنا الناجر صحيح أن إحنا مستحوزين على الكورة بشكل أفضل من ناحية رقمية من ناحية كم لكن من ناحية كيف ما قادر أن نستخدمها لأنه برضو يا جماعة بالمناسبة كل ما تكبر في السن الاستجابة بتاعت عقلك أو استجابة العضلات بتاعتك لأوامر عقلك فيها صعب صعبة صعبة جدا ودي مشكلة الضغط الكثير على لعبين كبار في السن حيكون لقدام مشكلة محتاجة لعلاج نأمل إنه يتم معالجته بأسرع وقت ممكن والاستفادة من اللعبين صغار السن الموجودين في الهلال والمريخ تعالوا كده نمشي لقدام شو هي ونشوف هدف السودان لأنه هدف السودان فيه تريك كده مهمة عايزين نشوف طيب أم يز ما يميز هدف السودان مرة واحد إنه جاء نتيجة لضربة سابتة وإنت تنجح في يعني كسب المباراة عن طريق ضربة ثابتة مهم جدا جدا الحاجة التانية إنه كان فيه تركة إنه الكورة ما ترفعت للقائمة البعيد الكورة ترفعت للقائمة الجريب وقائمة الجريب فيه أكثر زور موجود اللي هو منه محمد عبد الرحمن وده المفروض يحصل سواء في الهلال أو في الفريق القومي أنت بتعتمد على محمد عبد الرحمن اللي هو تركيبه الجسمان إنه قصير في ويبقى أنت ما ممكن تعتمد عليه في الضربات الرأسية على الإطلاق لكن ممكن تعتمد عليه في التمويه أو في كورة بمثل هذه الطريقة إنك تعتبر محطة الكورة يغير هدف الجسد ما مستفاد منا في الهلال لأن محمد عبد الرحمن في الهلال يلعب على إما نص المرمى أو في القائمة البعيد والكورة لا يجي وحتى لو جاته لا يستطيع يحصل ها لكن محمد عبد الرحمن يجب دائما أن يذهب إلى القائمة القريب لأنه يصير في السن وسريع يمكن أن يسبق أي مدافع وما يتشاف لأنه يجي من وراء وبالتالي يقدر يعمل كده يقدر يستفيد وإذا يقبراه ما يزول معه ممكن يحول الكورة مباشرة إلى الشباب دي ما يميز الهدف بتاع السودان نمرة واحد إنه من كورة سابتة نمرة اثنين تلعبت بطريقة جيدة للقائمة القريب تحولت من القائمة القريب إلى القائمة البعيد لقيت أطول لاعب في الهجوم فاضي استطاع أن يحرز منا هدف طيب أنا هنا برضو يعني أود أن أشكر أنا لقيت هنا في منتدى الهلال الصورة دي اللي هي بتوريك تقييم الأداء لكل لاعب وحنشوف نقارن والحقيقة كان في نوع من أنواع اللوم لمحمد عبد الرحمن باعتبار أنه الأقل أداء في الهلال أنا ما هاشتغل بالمسألة بتاعثي أنه أقل أداء أو لا وهذا محمد عبد الرحمن ستة واحد من عشرة لكن حنجي نشوف كل مع بعض عشان نقدر نعرف ليه محمد عبد الرحمن كان الأقل أداء محمد عبد الرحمن عشان يكون الأعلى أداء أو أداء في المتوسط بشبه الآخرين كان يجب أنه تصل كرات ويستلم الكرة أكثر من مرمى هو يحسب كيف القصة دي إنت استلمت الكرة كم مرة وفي نفس الوقت قدرت تتحرك بالإضافة لأشياء تانية حركتك بدون كورة حركتك بكذا طيب لما نشوف الأقل أداء المجتمعين في الهناي من القوم بدأت من والد دين ثم الثلاث بتاع الهجوم ثم محمد عبد الرحمن ديل الأربعة ديل كانوا الأقل أداء الأكثر أداء هم من أبو عاقلة والستة ديل اللي هو الستة أبو عاقلة لغاية محمد عبد الرحمن اللي هي بتاعين الدفاع وابتاعين واحد من لعبة الوسط والباقين حتى ولا الدين بياخد زي ستة وتمانية من عشرة اللي هو أعلى الأقل أداء يعني وبالتالي ده واضح جدا جدا خاصة لما تجد قارن بفريق النيجر ومو اللي كانوا أعلى أداء بتلقى اللي كانوا أعلى أداء هم الأربعة ديل أو الخمسة ديل واحد واثنين سبعتاشر وستة وطلعتاشر وتمانية اللي هم نص الملعب وهجوم والهجوم بالإضافة لقم خمستاشر اللي هو قلب الدفاع ديل الأعلى أداء الأعلى أداء طيب ده بيقول لك شنو بيقول لك إنه السودان كان السودان ككل المنتخب القوم السوداني كان تحت الضغط الهجومي للنيجر وبالتالي الكورة كانت في الخلف ما كانت جدام الكورة كانت في الخلف باتجاه مرمى السودان وليس الكورة كانت في الأمام باتجاه مرمى النيجر وبالتالي إنته ما حتشوف محمد عبد الرحمن ولا حتشوف المهاجمين ولا حتشوف روفا ما حتشوفه الناس دي كلها وده سبب في انه الفريق القوم السوداني كان دفاعه افضل نوعا ما من هجومه وكان كرشوم هو افضل لاعب موجود من حيث الاداء لانه هو فعلا كان نجمي هذه المباراة عن الاقل من جانب الانتخب السوداني بسلم الكورة صاح بلعب صاح والملاحظ انه كرشوم ما كان بس مدافع كان هو اللاعب اللي بيبدأ الكورة وكان هو اللاعب اللي بيصهر للعبين وبيساعدهم وكان هو اللاعب اللي بيغطي اخطاء الدفاع وده سبب مجتمع كده بيوريك انه السودان كان تحت ضغط هجومي من النيجر معناها الكورة كانت في تلت الدفاع السوداني او تلت الخلفي للفريق القوم السوداني وبالتالي المهاجمين خارج اللعبة خارج اللعبة احنا عندنا المشكلة دي في الهلال وفي المريخ وفي الفريق القومي اذا لم نستطع ان تكون هناك جمل تكتيكية تسمح للاعب الوسط ولاعب الهجوم بالابداع واستلام الكورات بشكل جيد ولعب وده لازم يكون تكتيك يعني انت تشوفه في المباراة 10-15-20 مرة تدعمل ما حاجة صدفة يعني انا كنت اتمنى انه الهلاء السودان عفوا يفوز ثلاثة صفر والثلاثة صفر تأتي الثلاثة اقوان تكون من ضربات سابتة يبقى بالتالي بيكون السودان تفكيروا الاستفادة من الضربات السابتة عنده عدة طرق في تنفيذ الضربات السابتة سواء كان بشكل مباشر للقون او عن طريق عكسها او عن طريق خدع معينة انت كده بتقدر تقول والله هناك جمل تكتيكية موجودة في حالة الضربات الثابتة السودان قدر يستفيد منا يحرز منا ثلاثة اهداف لو كان الهلال او المريخ او الفريغ الغوم السوداني بيلعب جمل تكتيكية بيحرز ثلاثة او اربعة اهداف وعشرة خمستاشر هجمة بطرق معينة بتترتب عليها كده لكن احنا بنلعب بشكل عشوائي بمجرد ما الكورة تطلع من الدفاع وبعلم نطلع من الدفاع بشكل جيد لكن بعد كده الكورة تمشي عشوائي تمشي نتيجة لمزاج اللاعبين وإمكانياتهم وهل هم في يوم في هذه المباراة ولا لا وده دي مشكلة حقيقية دي ما حت لما نجي نلعب مع فرق صعبة بتبقى مشكلة حتى لو حتى لو مشينا كاس العالم او حتى لو مشينا كاس فريغيا بتبقى عندنا مشكلة في اللعبة الجماعية انا شوفنا مثلا فريغ المغرب بلعب كيف كورة بتطلع كيف بتمشي كيف الهجمة نفسها بتعاد وتكرر عشر خمستاشر مرة اه الطريقة بتاعت الخروج من الدفاع بتطلع بطريقة منظمة وبطريقة معينة اذا لم نستطع ان نصل الى هذا المستوى حتى لو وصلنا النهائيات في كاس العالم او النهائيات في كاس فريغيا بنلقى نفسنا احنا قاعدين نحرث في مالط الناس اللي مشوا كورة القدم دي لعبة جماعية ما لعبة بتاعت يعني بس مهارات فردية دي لعبة انك كيف تصر هذه المهارات الفردية في لعب جماعي معين نحن ليه نتكيف لبارشلونا ليه نتكيف ل مانشستر سيتي مش لانه بس اللعبين حرفة كمان انه في لعب جماعي ومنطقي وتكتيك وحاجة كده انت يعني تسكرك وانت يعني تشاهد المباراة وفيها متعة خيالية انما اللعبة العشوائي ده ما بيجي ابنتي قد ينجح وانه يوصلك بيكون عنده مزايا بتاعت انك انت نفسيا بتكون افضل معنويا بتكون افضل وصلت نهايات كاس العالم حسب اليك انك انت وصلت مرة ارتفعت لكن لا بد لينا من انه نلعب كورة جماعية انت عارف انه الكورة يعني كرشوم لما نستلم الكورة هو عارف يعني شنو محمد تحرك في المحمد الغربال تحرك في المكان دي او كده من الحاجات المهمة جدا انه بيكون عندي لاعب انا عايز احرره لانه اللاعب ده هو العقل المفكر خلينا نفترض انه السودان العقل المفكر بتاعه عبدالرقوف عبدالرقوف لاعب بدنيا ما بيقدر يقاتل لك في كل المباراة انت هذا اللاعب عايز تحرره تحرره بمعنى شنو مش معنى انك انت تقول لاعب حر انه ممكن اخرب لك الشغل لا بمعنى انك انت بيقول له يا اخي انت في لاعب مانعك او فيه 3 ا 4 لعبين مانعينك من انك انت تلعب كورتك البتعريفة انا يفلان ويفلان ويفلان لما كورة تصل لك الشغل عايزكم تشغلوا فلان رغم مثلا 18 و 6 و 8 تشغلوهم بحيث يبعدوا من عبدالرقوف عبدالرقوف يستلم الكورة بين الخطوط ويستطيع ان يلعب باص او تمريرة قاتلة انا بكون عندي مجموعة من اللعبين ميزتها بشكل معين ما عشان بس هي تلعب كورة كمان عشان تحرر لي عبدالرقوف تخليه يلعب افضل ما يمكن الجسد يعني احنا ما قاعدين نشوفها لا نشوفها في الهلال ولا نشوفها في الفريغ القومي الاداء بتاع عبدالرقوف كويس او بطال بيعتمد على حالته اثناء لعب الكورة طيب انا بس دي نقطة مهمة دايرة هنا انه مرات الارغام يعني بتخلينا نصل لأحكام مزعية لكن مثلا الستة واحد من عشرة اللي جاب الغربال كان فيها رأسية خلفية ووصلت لي عيسى عيسى احرز منها الهدف اللي فاز به والسودان وده اقيم من كل المباراة السبع وثلاثة من عشرة اللي جابه محمد المصطفى بانه استطاع ان يمنع الهجوم او الاهداف من في مرمى السودان تعالوا نمشي لك التأم خطوة طيب انا ما بقدر الوم كواسي ابيه في ضيق الوقت اللي وجدوا عشان يقدر يعني يخلق التجانس او التكتيك اللازم للمباراة دي خاصة المباراة الاولى بتاعت النيجر لكن الان اللعيب معه ولعيب مباراة وبالتالي عليه انه يقرأ المباراة القادمة بشكل افضل لان المباراة القادمة لديها اهمية بعد ما منقولة فازت على غانا في ملعبه الحصول على النقطة او التلاثة نقاط مهم جدا ويجعلك انت في المنافسة على طول الخسارة ربما تبعدك نهائيا عنها ربما تكون هي السبب في ابعادك نهائيا صحيح لسه في ابعادات اخرى لكن ده ممكن يكون سبب رئيسي يعني الخسارة في المباراة القادمة يمكن ان يكون سبب رئيسي في انك انت تطلع وبالتالي فانت محتاج لاعادة تقييم الموقف وخراءة المباراة بتاعة انجولا وغانا اللي فازت في انجولا في غانا اعادة عشرين من مرة واستسكارة مليون مرة ومعرفة اساليب اللعب والخدع اللي بتدعمل والامكانات بتاعة اللعيبة وكيف يمكن ان نلعب هذه المباراة الغرض هو عدم الهزيمة وليس الانتصار فقط ولا كمان الخسارة احنا عدم الهزيمة مهم ده معناها انه انا اجي راجع بالتعادل على اقل تقدر ودي مسألة غاية في الاهم انا افتكر انه كواسيابيا من ناحية القراءة هيقرا كويس لكن اتخوف فقط من ان الزمن لا يسعف لوضع الترياق المناسب لهذه المباراة لذلك كل الذي نأمل انه ان شاء الله يعني او نسأل الله باذنه تعالى انه يقدر كواسيابيا يقرأ المباراة جيدة ويستذكرها بشكل جيد بالمقابل كمان يضع لها الترياق المناسب عشان تتحل ثم بعد ذلك يقوم باختيار العناصر التي تستحق اللعب في هذه المباراة والرسم الحندسي والتشكيل والاسلوب اللي بيتناسب مع المباراة ويقدر يصل للحدف المنشود وهو الانتصار او التعادل على اسوأ الفروض بحيث انه يظل دائما في المنافسة مش بس يظل في المنافسة ويخوف منه الفرغة الاخرى لانه انت بمجرد ان تفوز بتضع الفرق الاخرى في انك انت صعب المنال الخسارة باي شيء خاصة الخسارة الكبيرة بتخليك مكشوف واتطمع فيك الاخري ما عايز اطول اكتر من كده اتمنى انه اكون غطيته مبروك للسودان مبروك لجنوب السودان مبروك لكل الذين يحبونك فريق القوم السوداني نسأل الله العزيز الكريم الجبار ان يعني يقيل عثرتنا وان تنتهي هذه الحرب ونعود جميعا الى السودان ونجده كما نحبه ونشتهي بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا هذه المرة تحياتي والى لقاء قريب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما قلناه في هذه الحلقة هو رأي خاص لا نريد له ان يقع عند مخالفيه موقعا لم نقصده ولم نسعى اليه وهذا الرأي وان كان خاصا نأمل ان ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس وان يعمل فيه المبضع عمل النطاسي البارع فالامر لا يخضع لما تكنه الالوان والانوال لبعضها بعضا حبا كان ذلك او بغضا ولا نأمل الا نصحا فقد يستبان النصح قبل ضحى الغدي وعليه فاننا نؤكد ان سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايان الرياضية منهجا عقلانيا لأن العقل للهوى هو الذي يعطي لقيمنا الرياضية ثباتها مع تبدل الاحوال اما وقد بلغنا ما اردناه فالحمد لله اللهم اني غد بلغت اللهم فاشهد فضلا لا امراء ايها الرياضي الكريم ادعم هذا العمل بالضغط على زر الاعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس والتعليق وشكرا شكرا